لسه قبل شوية كنت بكلم حضراتكو على انجازات الحكومة في ملف السكة الحديد بيقولوا حسب كلامهم انهم صرفوا على السكة الحديد 250 مليار جنيه مصري بمعدل او بما يوازي ربع تريليون جنيه بيقولوا كمان انهم فتحوا محطة مبارح اسمها محطة بشتيل صرفت اتكلفت اتنين ونص مليار جنيه مصري لكن لما تيجي تبص على الخدمة واقع القطر والسكة الحديد في بلدنا تلاقي مفيش حاجة تغيرت اللي كان بيحصل في 2015 بيحصل النهاردة مواطن اللي كان بيموت في 2014 بيموت النهاردة القطرين اللي بيخشوا في بعض والقطر اللي بيتحرق واللي بيطلع من على القطبان والقطر اللي بيتأخر بالساعتين وثلاثة واربعة لسا لحد النهاردة بيتأخر مال الفلوس دي دفعتوها فين اليك هذا الخبر تصادم قطرين بالمينيا في منطقة مقوسة وسقوط عربيات في ترعة الابرهامية سيب كل اللي تعرفوا عن الموضوع ده على جنبه تعالى اقول ليه في دولة صرفت كل هذه الانفاق او كل هذا الانفاق وكل هذه المصاريف على السكة الحديد وكل يوم على الله بقولك كل يوم وانا مسؤول عن هذا الكلام بنصحة من النوم على قطرين داخلين في بعض وبالمناسبة موضوع القطرين اللي بيخشوا في بعض ده حادث مصري بامتياز فاكر ساعتك القطرين بتوع سهاج اللي دخلوا في بعض وقتلوا اكتر من 37 مواطن فاكر الاسبوع اللي فات كان عندنا ايضا قطرين في المينيا دخلوا في بعض قطرين عربية اه في الشرقية اسف وفي المينيا قبل كم يوم عربيتين سابوا مارح بقى والنهاردة خطأ مجسب جريمة بكل ما تحملوا الكلمة القطرين داخلين في بعض كده لدرجة ان عربيتين من القطرين واقعوا في الترعة اللي جنبها ليها ترعة الابراهون من يتحمل المسؤولية؟ اين ذهبت الاموال؟ انفاق المال العام مش كان من باب اولى الاثنين مليار وخمسمائة مليون جنيه اللي صرفوا على محطة فيها اكبر فندق واكبر مول في محطة قطر صرفوا على السكة الحديد اللي بتوقع القطرات دي مش كان من باب اولى صرفنا الفلوس دي على انظمة تحكم الكترونية عن بعد تخليش القطرين يخشوا ببعض شوف الخبر اكتفاع وفيات حدث قطراي المينيا لشخصين واحد وعشرين اصابه عايزك تتفرج كده على هذا الفيديو هذه المشاهد من او الصور شايف؟ بص ده في بلد او عند حكومة كل انجازاتها بتتمثل في السكة الحديد والطرق ده بعد يوم واحد فقط من احتفال الاعلام اللي قالك الدول بتحارب واحنا عندنا انجازات طب المواطن اللي مات ده الاعداد الناس اللي كل يوم بتموت دي دي مش من ضمن الانجازات هي الانجازات دي يا ساده يا ناس اخوانا يا متعلمين يا بتوع المدارس على الورق بس هو انا طالما صرفت فلوسي بعملت انجاز مفروض صرفت فلوسي المواطن يحصل على خدمة مناسبة عندنا القطرات في بلدنا فيها براغيت فيها صرصير وفيها فران وبتتاخر بالساعتين ثلاثة وبتتحرق وبتطلع عن الاطباط واسوأ معاملة وبتخش في بعضها والنهاردة بتقع في بتاع بتقع في الترع دي اول مرة تحصل تصرق كده يا سيدي على هذا الفيديو عشان تشوف ماذا يحدث في المال العام المصري العربيتين اللي واعين في الميا دول كان فيهم مواطنين والله كان فيهم بشر يا ساده كان فيهم اولادنا واخواتنا واهلنا اللي كانوا راجبين قطر الصعيد اول بيان للساده المسؤولين في السكة الحديد قالك والله احنا اسفين ده قطر دخل في قطر تاني من ورا طب هو القطر ده دخل في التاني ازاي اللي عرفوا ان عربيتين اخبطوا في بعض ده عادي لان السيارات شغالة ماشية ورا بعض لكن قطرين يخبطوا في بعض ده جديدة بقى ده يا اما مفيش عامل تحويله او مفيش انظمة الالكترونية نرجع تاني بقى للي اللي حصل في 2018 لما السيد كامل الوزير قال لسواء القطر افصل انظمة التحكم اتفرج بقى عشان انا قلبي محروق والله عشان تشوف لحزة استخراج ضحايا القطر اللي ماتوا مخبطين وبعد كده غرقانين الضحايا دول من لم يامد بسبب التصادم مات غرقان في اعر ترعة الابراهيمية في محافظة المينيون وتبعا الى مشرعة مستشفى الميني العالم حادثة زي دي المفروض يتسأل فيها من اول السيد الوزير لحد رئيس الهيئة يقوم نفاجأ بعد كده كالعادة يعني ان اللي هيدفع التمن هو العامل البسيط عامل التحويل الانيابة تتحفظ على مسؤول التحويلة وسائق قطار المينيا والمساعدين زي ما قلت لحضراتكو لما حكموا بالمؤبد على سواء قطار طوخو والمساعد بتاعه ان ده كان مجرد بينفذ الاوامر اللي قال له عطل نظام التحكم كان السيد كامل الوزير واللي بيصرف على اكبر محطة سكة حديد في الشرق الاوسط هو السيد كامل الوزير واللي صرفنا فلوس البلد على حساب التعليم والصحة والبنى التحتية والمية والصرف الصحي على الطرق والكباري والسكة الحديد كان ايضا برؤية السيد كامل الوزير حد يسأل السيد كامل الوزير لا السيد كامل الوزير فوق المسئولية والمسائلة وفوق المواطن والوطن وكالعادة بنضحي بعامل التحويل عايز اقول لكم ان محافظة المينيا يعني على سبيل المثال كده اجمال الانفاق على السكة الحديد لوحده في المينيا بلغ تمانية مليار جنيه مصري رغم ان في الاسبوع اللي فات دي تالت حدس خلال اسبوع واحد في محافظة واحد هذا الخبر كان يوم لا ارجع لي تاني الخبر اللي قابله اهو اه لا لا معلش ده خلاص عندنا ارجع للخبر اللي بعده اهو شوف الخبر اللي بعده بعد ازنك اهو يوم التلات واحد اكتوبر كان عندنا انفصال تلات عربيات بالقرب من من مغاغة في المينيا تلات عربيات من القطر اى تلكوا ساعة الحمدلله ربنا سطر و ما كانش في قطر تاني جاي كانت حصلت مشكله او القطر ما كانش يعدي من فوق ترعة او النيل كانت حصلت مشكلة النهاردة بقى الى التر كان معد من فوق ترعة الابراهيمية او من جنب ترعه اللي ابراهيمية خبطوا القطر التاني واقعوا العربيتين في الترحى. اسبوع اللي فات كان عندنا حادثة الشرقية. كمان حادثة هيت يوم 6 اكتوبر. يعني ما شاء الله واحد اكتوبر. 6 اكتوبر. احنا النهاردة 12 اكتوبر. خماية حريق اندلع في تيل فرامل قطر في محافظة 8. الله يا اخوانا بدون مبالغة يعني. الفلوس اللي بتصرف على السكة الحديد والنقل في بلدنا لو فلوس حرام هتجيب نتيجة. لو فلوس حرام انك تبقى صارف على السكة الحديد لوحدها. 250 او 255 مليار جنيه كل يوم على الله بنصحى الصبح على مواطن اتنين سبعة تمانية غرقوا تحرقوا اتفرموا بسبب السكة الحديد والفسادة. لو الفلوس اللي اتنين تريليون دولة اللي صرفوا على الطرق والكبار والمحاور. كناش شفنا الكلام ده. لكن والعهد على الراوي ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اشتركوا في القناة